في مفاجأتان في تشكيل النادي الأهلي المتوقع المفاجأة الأولى تعالوا تشوف التشكيل ونتحدث عن مفاجأت مع التشكيل للتشكيل الأول المتوقع محمد الشناء وفحراس المربو محمد عبد المانع بخيض عبد الفتاح سنائي دفاعي محمد هاني على اليمين علي معلولة على الشمال سلاسي في وسط الملعب محمد فتح وقاليو دينج وقفشة كهرباء على الشمال حسين الشحات على اليمين ومحمد أشرف محمد شريف مهاجم المفاجأتين أنه كلر مقترع جدا بفكرة خالي عبد الفتاح في مركز المساك عجبه في مباراة الزمالك وعايز يديله مرة أخرى في هذه البطولة وأنا قلت لكم ساعتها لو تفتكروا بعد مباراة الزمالك خالي عبد الفتاح النوعية اللي يحبها كل اللعب اللي بيعرف يخرج بالكرة بشكل كويس وبيعرف يحط الكرة تحت رجله بشكل كويس المفاجأة الثانية أن كهرباء غالباً هيبدأ كجناح أيسر ومحمد شريف هو المهاجم كهرباء ده مركزه الأصلي مركز الجناح ولكن منذ عودته المباراتين اللي لعبهم ملعبش كجناح لعب كمهاجم صريح وبالتالي كهرباء يعود لمركزه الأساسي أو الأصلي في الجانب الأيسر ومحمد شريف في مركز المهاجم الصريح للتشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي في هذه المواجهة شكرا